نوعية الأكل المفروض يتناولها مرضى السكر هل بتختلف في رمضان عن غير رمضان أم لا هي وحدة؟ لا هي مش هنقول إن نوعية الأكل بس إلا تغير وقت الأكل نوعية الأكل علاقة الأكل بالعلاج ويأخذ المريض يعني أولا لو قلنا الوقت بتاع الأكل العيان دلوقتي يمكن إحنا حاضرنا كويس اللي يعمل في رمضان بنصوم حوالي 13 ساعة إنما فيه وقت في سنة ممكن يبقى 16 ساعة أو أكتر 12 ساعة أو 13 ساعة بيبقى السوم أسهل كتير من كل أطول من كده وقت الدواء لازم يتعدل مع عادي الأكل هيبقى فيه وقت الفطار وفيه وقت الصحور وفيه وقت في النص العيان بيأخذ فيه وجبة خفيفة شوية إحنا من نصر حطم العيان أول حاجة أول ما الأدنية دل لازم تفطر وتفطر على حاجة يكون بتدي كمية من كولوكوز كافية ده مثلا السنة الشريفة بتقول خد واحدة طامرة أو اثنين أو ثلاثة دي بتفيد جدا أنه يأخذ واحدة مثلا بعدها ممكن يأخذ شربة خفيفة عشان يعيد جسمه للأكل اللي جاي بعد كده أبا أقول العيان بعد ما تشرب الشربة ممكن يقوم يصلي صلاة المغرب وبعدها يرجع بقى يأخذ الوجبة بتاعته الوجبة دي بتضم طبعا نشويات وبروسينات واللازم منه زي ما يقول عليه فالنشويات مثلا عيان في الغالب يعني مش كل عينين لأنه طبعا السمين غير الرفيع اللي وزنه منتظم إنه يعني بيكون في حدود غيف من العيش بتاع الحكومة المدعم ده منصح بيه ممكن أحسن من العيش الأغلى من كده لو لقيت البلد بنقول عليه البلد يوم هو البلد البلد بتاع الحكومة بتاع التمريد بتاعنا احنا بتاع الزمين اللي متعودين عليه ده ده أحسن عيش لمريد السكر تركبته وتركب بتاعته وحجمه مفيد جدا لمريد السكر ولا بنصح بيه حتى المرضى بتاع العيادة الخاصة بتاعتنا ممكن مش عاوز زي أكل عيش ممكن يأخذ روز مثلا طبع صغير روز في حدود 8 معالي أو 9 معالي أو حتى من المقارنة 8 أو 9 معالي أو لو مش عاوز بطاطس مش عاوز روز ولا مكارونا ولا روز يعاوز بطاطس ممكن يأخذ بطاطاتين تغيرين نتلقين أو معمولين في الصينية مثلا مضبوقين يعني أو مثلا ما أحد يقولنا لا أنا عاوز محشي محش 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 ممكن 70 محشي من الفلفل أو لو بتنجان لحد أربع صوابع بيتبع على ذلك بقى البروتين البروتين العين ممكن يأخذ مثلا شريحة من اللحمة بتتراوح بين 100 جرام و 150 جرام حسب وزنه أو من الفراخة أو الربع فرخة بتعيني الجلد من عليها أو من السمك نفس الكمية ما فيش لحمة ولا فراخ ولا سمك ممكن يأخذ ربع أرنب ممكن يأخذ 8 معالق فول أو طبق بصارة دول بيدوا نفس القيمة البروتين نفس القيمة الجزائية أه الغذائية من البروتين للمريض طبعا ما ننساش الخضار طبق كبير من الخضار نحاول نبتعد الخضار اللي هي السلطة لا الخضار المطبوخ يعني المطبوخ الخضار المطبوخ نحاول نبتعد عن البطاطس والبسلة مش ممنوعين خالص يعني هل تقول ننصح ولا نبتعد لا ننصح أن يأخذ طبق كبير من الخضار مع الابتعد عن البطاطس والبسلة الغضار بس نحاول نبتعد منهم لأنه طبعا كمية الكربوهايدرات اللي فيها عالية شوية ويأخذ طبق صارة كبير بأي كمية دي تبقى مفيدة لانتظام السكر بالدم ده فيما يخص وجبة الفطار فيه وجبة خشيفة حسبها في الآخر لشان دي مفرحة شوية هنسيب الخبر مفرح في الآخر طب الصحور بقى هيا الصحور بقى نقوله نماتنين الصحور بنقول لعيان لازم الصحور يبقى قبل فجر وقت قليل جدا بحيث ان وقت الصيام ميزيتش بدأ ما هو بـ 12 ساعة نخليها 14 ساعة واجب الصحور بنحاول نقطر فيها البروتينات لأن البروتينات دي في الآخر هتحول لكولوكوس بس على وقت الأطول فيبقى ده مفيد خلال الصيام فنقول لعيان بردك ياخد نفس الرغيبة على العيش اللي نحن كنا نتكلم عنه بياخد معاه أربع معالق فول ياخد معاه هم بيضاية أو شريحة من الجبنة سواء بيضاء أو جبنة رومي أو فلمانك مثلا ياخد معاه زبدية لبن أو لو ما يحبش الزلادي مخلن ياخد نص كوباية لبن نص دسم اللي بياخد معاه سما يتفاك ده يعني ده يمكن العادي أو يمكن أذياد من العادي حتى اللي حن بناخده في بس يبتعت تماما عم بقى عن فكرة الحاجات المقلية والحاجات دي ده ده عم بطن حتى كل الناس يعني يعني ده كان نظام صحي للناس كلها من شمالية السكر بس نجي بقى الوجب المفرحة اللي هي هتبقى بعض ثلاث ترويح اللي هو بنقول العيان حيشارك الآخرين يعني معقولها هيجي هنتعمل خشاف مش حياخد مثلا أو بازبوس أو كنا اللي ممكن ياخد نص كباية خشاف تكون معمولة مثلا بالمحل الصناعي فيها واحدة بس طم وحدة مش مشية شوية سويداني أو مكسرات أو ياخد كتعة من البازبوسة اللي معمولة برضا بالمحل الصناعي وكمية الثمنة والزيت الفئولية جدا مكعب كده 4 سنطف 4 سنطف أو ممكن ياخد طبق مش بطال برضا من سرعة الفواكه أو ياخد بدل الحاجات دي ثمنة فاكهة مثلا بورتقانية زيارة طفحية زيارة موزاية زيارة ثلاثة الأربعة مش مشات فممكن الندوة يبقى وجبة مفلحة يتزوق ويشارك الآخرين زي ما حضرتك قلت على فكرة يمكن حتى النظام الغذائي ده يا دكتور هو النظام الغذائي المفروض لنظام غذائي سليم أو النظام غذائي صحي يعني مش هيبقى فيه اختلاف لأنه فيه ناس بتقول أنا عندي مشكلة أنا عشان مريض سكر فأنا مش بعرف أكل زي الناس كلها ومش بعرف أتعامل زي الناس كلها وبالعكس هو ده نظام غذائي صحي المفروض أصلا أنه هو يبقى متابع خلال شهر رمضان تحديدا ما بينهم نتكلم عن سيام وبنطلع الناس بطلع من رمضان بتشتكي من فكرة زيادة في الوزنة وما إلى ذلك فيمكن ده النظام الغذائي المفروض كلنا نتابع